لا بيش أنا ما نستعملهاش كفرد من العائلة نجي عند حميدان ندع لها المطاق ندع بيش نفرح ولداتنا طوابير شهدتها بعض محلات صنع الحلويات تزامنا مع رأس سنة الميلادية فبين وجوب ترك عادات غربية لا تموت لديننا الحنيف بأي صلة يفضل البعض اقتناء قالب حلوى لإحياء مناسبة بداية سنة ميلادية جديدة مع العائلة هذا لا بيش أنا ما نشريهاش أنا في المواسم الدينية ندعوها للأطباق التقليدية لا ننخدموش لا بيش نستعمله للأطباق التقليدية أنا روحي شخصيا ما جام نشريها وما نشريهاش إن شاء الله بإذن الله جديدة 2022 لا بيش مشي من عددنا وتقاليدنا لا ننخدموش لا بيش وهادي وخشتقصينا الإمام وقالك باللي حرام بوحنا شان نديرو ضروقر ننخدموه لطارة مدورين سامبل سامبل باش يفرح وليداته ويفرح دارهم بون بس باش خدم لطارة على بيش ولا الصجرة وقع هديك حنا ما رهاش من العادة والتقاليد تعنا خلاص هنا هاد لي بيش ما نخدموه مش نخدموه لطارة لطارة بمناسبة اللي بغي يفرح وليداته ما رحبا بيه عندنا بمبلغ رمزي قصينا إمام وقالونا هالصناعة اللي بيش باللي حاجة حرام أصحاب محلات صنع الحلويات والمرطبات أكدوا ارتفاع طلبيات قوالب الطرطات العادية رغم امتناعهم عن إعداد حلوى لبيش وما يعرف عندنا برأس السانة فديننا الحنيف وما بيّنه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هناك عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر أما هذه الأعياد المتكونة من أعياد لا أساس لها في الشريعة ولا أساس لها في الدين ما هي إلا أعياد مزيفة وليس لها أصنف الشريعة فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الأئمة وعلماء الدين يشددون على أن إحياء هذه الاحتفالات حرام شرحاً كونها عادة غربية دخيل عن المجتمع الجزائري المحافظ تقليد الغرب في هكذا احتفالات ليس من شيم مجتمعنا ويتوجب التمسك بقيمنا ومبادئنا وتلقينها للنشأ